أهلا بكم بتدريبات فيم الدورية اليوم سنحاول أن نجعل فيم شكله أفضل قليلا فسنقوم بتغيير الـ Color Scheme فإذا قمت أنا بكتابة هنا Color Scheme بهذا الشكل فقمت بكتابة هنا مثلا Blue لاحظوا أصبح لونه Blue مرة أخرى فإذا Color Scheme مثلا لون آخر فمثلا هذا اللون فإذا أصبح لونه بهذا الشكل فإذا طبعا خرجت من هنا فسيتم يعني سيذهب الـ Color Scheme إذا أردت أن أجعله ثابت فعلي أن أفتح على VimRC فسأكتب VimRC جيد وهنا سأفتح سطر جديد سأكتب تعليق Change Color Scheme وهنا أيضا سيكون تعليق بالنسبة لي بالنسبة إليكم اختاروا الـ Color Scheme مناسب لكم أنا لا أريد تغييره حقيقة أكتب هنا Color Scheme وأنا أكتب اسمه مثلا Dark Blue مثلا جيد فسأقوم بالحفظ وأقوم بالـ Buffer Next فإذا الآن أنا بـ Config File فإذا أردت أن أتصفح بالـ Color Scheme فيمكن أن أنقر على زر Tab وأقوم بالنظر بالشكل الذي يعجبني أو الألوان التي تعجبني وأضعها بـ VimRC أيضا هناك شيء أريد أن أريكم إياه الذي هو للـ Status Line فإذا قم بكتابة هنا Last Status خم بكتاب 2 هكذا لاحظوا سيظهر هذا الشريط هنا إذا أردت أن أجعل هذا الشيء دائم علي أن أغيره بـ VimRC فسأكتب هنا VimRC وأذهب لآخر سطر أفتح سطر جديد هنا أكتب تعليق Show Status Line وهنا سأكتب Set Last Status وأكتب 2 وفقط وأقوم بالحفظ أذهب للـ Buffer Next فالآن لاحظوا ظهر لدي هذا الشيء أيضا إذا أردت فتح ملف جديد مثلا VimFile.txtEdit وأيضا سيظهر لشريط الحالة طبعا شريط الحالة يوجد فيه حالات فأيضا Last Status يساوي 0 لا يظهر يساوي 1 لاحظوا كيف وأيضا لدينا يساوي 2 الذي يظهر بهذا الشكل Quote All الخروج من كل هذه الملفات فأيضا الآن VimRestOfLine مثلا لاحظوا أيضا ظهر لي شريط الحالة بالأسفل ها هو موجود عليه اسم الملف الذي أنا أتعامل معه فأيضا quit جيد فأيضا لدينا config.php دعونا نفتح مجددا config فهذا الملف هو ملف php فإذا أردت أن يتم تعليم الSyntax فبكل بساطة سأكتب هنا Syntax Enable فضلا لاحظوا تم التعليم هذا الشيء حسب الSyntax الموجود لديه بPHP الآن إذا أردت أن أقوم بجعل ذلك دائم فسأذهب إلى Edit أو Buffer Next هل VimRc لا ليس مفتوح نسيت عفوا فإذا لدينا هنا VimRc وهنا سأذهب إلى آخر سطر capital G و O و Enable Syntax وهنا سأكتب Syntax Syntax Enable جيد وسأقوم بالحفظ وثما سأقوم بفتح VimConfig فلاحظوا تم فتحه وتعليم السينتax الخاص به هذا كله لهذا الفيديو أتمنى أنه كان مفيد نلتقي بتدريب قادم ترجمة نانسي قنقر